الجميع يرى القتل والدمار ونحن كأتراك مع الشعب الفلسطيني الأطفال يموتون لتقوى إسرائيل وهذا حرام نحن كشعوب نصل لنقطة لا نعرف ماذا نفعل بعدها الصبر والنصر لغزة والقهر لإسرائيل أقول للشعب الفلسطيني نحن معكم ودائما نحاول دعمكم لكننا نصل إلى مكان لا نملك فيه غير الدعاء ندعو فقط ولا نستطيع قول شيء آخر عندما نرى ونسمع ما يجلل لإخواننا في غزة نشعر بالتعب ولا نستطيع تدبر الأمر نحن ندعو للمقاومين في فلسطين ونرجو من الله أن يهدي أمتنا ويريها الطريق الصحيح لنستطيع دعم الأبرياء في غزة بحق وصدق الفلسطينيون كشعب يعاني منذ عشرات السنين وحوصروا وسجنوا ورغم تطور الإنسان وخروجه للكواكب ولسطح القمر نجد أن مثل هذه الجرائم تتم أمام أعيننا كل شيء يرتبط بالسياسة الله يحمي إخواننا الفلسطينيين ويعينهم ويقويهم إنهم بظروف صعبة لقد عاشوا ثماني أو تسعة أشهر تحت النار وتحت القصف المتساقط على رؤوسهم ومع ذلك لم يفقدوا إيمانهم وقوتهم وبقوا صامدين نحن دائما مع إخواننا في غزة إنما يجري سينتهي أولا وآخرا والنصر سيكون لنا أقول لأهالي غزة أنصبروا ونحن المنتصرون أتحدث باسم كل الأعراق التركي والكردي والعلوي والسني والعربي وكل من يقول إنه مسلم نحن ندعمكم وكل الشعب التركي معكم وندأ لكم الله يعينكم ونحن نحزن كثيرا لأجلكم أنا بصراحة أخجل من نفسي حتى إنني أريد الخروج للحرب لنموت مرة واحدة أفضل من الموت كل يوم ولكن على ما يبدو أن كبارنا يرون شيئا آخر نحن نريد أن تفتح الحدود مع فلسطين وننهي ما يجري من قتل بأيدينا ترجمة نانسي قنقر